ومن التفاصيل إلى العنوين أهلا بكم ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة نيلا كروسلاك جملة من القضايا المرتبطة باتفاق الحديدة المنبثق عن تفاهمات السوك هولم والعراقين التي حالت دون تنفيذه مع مرور الذكرى السنوية الثانية وأكد نائب الرئيس بأن الشرعية قدمت الكثير من التنازلات من أجل تنفيذ اتفاقية الحديدة بشكل كامل وعلى أسس واضحة وصريحة في حين عرقل الحوثيون كل خطواته بدءا بمرحلة وقف إطلاق النار ومرورا بفتح المنافذ والممرات الإنسانية وانتهاءا بالانسحابات وغيرها وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى أن قنص واستهداف الحوثيين للعقيد محمد شرف الصليحي عذو فريق مراقبة وقف إطلاق النار ما أدى إلى استشهاده فضلا عن مئات الخروقات والتقاوزات اليومية أثبتت جميعها عدم جدية الحوثيين في التنفيذ واتخاذهم لاتفاق السكه المسيلة لكسب الوقت والتحشيد العسكري المسلح في اتجاه جبهات أخرى منها مأرب والجوف ودعا نائب الرئيس في اللقاء الأمم المتحدة إلى الضغط على جماعة الحوثيين واتخاذ إجراءات عقابية مباشرة على تقاوزاتها المستمرة لبنود اتفاق الحديدة الذي اعتبره الجميع نقطة ارتكاز وحجر أساس لأحلال عملية سلام شامل لو لا هذا التعنت والصلاف الحوثي من جانبه أشار نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة إلى الجهود المبذولة لاستئناف مهام فرق التنسيق وإعادة الانتشار بما من شأنه تنفيذ الاتفاق مؤكد الحرص على الانتهاء من تنفيذ اتفاق الحديدة واستكمال تنفيذ اتفاقية السكهول بما يؤسس لسلام شامل ودائم حضر اللقاء رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الوركن محمد مصلح أيضا